اشتركوا في القناة الذي يمهد الطريقة امام تقدم قوات الشرعية مستهدفا تحركات عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وخطوط امدادهم الانتصارات التي تحققت في محافظة الجوف مؤخرا وتحرير اجزاء واسعة في المحافظة تبعتها نتائج هامة تمثلت بانضمام 200 قيادين وعنصر من الموالين لميليشيات الحوثي الانقلابية الى صفوف الشرعية فيما يجري التنسيق مع الكثير من مشايخ واعيان وقيادات محافظة الجوف التي تريد الانضمام الى الشرعية وقوات الجيش الوطني وفي جبهة تعز تجري الجهود حثيثة لفك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدينة منذ ثلاثة سنوات العملية العسكرية التي اطلقت الخميس الماضي تواصل تقدمها في ثلاثة محاور بهدف تضيق الخناق على الانقلابين ودهرهم ففي المحور الشرقي شن الجيش الوطني هجوما عنيفا على التلال والسلسلة الجبلية الاستراتيجية وهي جبل الجعشة والمقرم والسلال المطلة على المدينة ومنطقة الحوبان بعد تحرير عدة اتباب وقرى اما المحور الغربي فشهد مقتل عشرة من العناصر الانقلابية وجرح آخرين في قصف لطيران التحالف على منطقة شرف العنين بجبل الحبشي المحور الشمالي هو الآخر كان على موعد مع انتصارات قوات الشرعية التي تمكنت من الوصول إلى منطقة تفصلها مسافة كيلو متر واحد فقط من فك الحصار وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي انهياراتا مستمرة على وقع الهزائم المتوالية التي تتلقاها في مختلف جبهات القتال وسط خسائر بشرية فادحة وفرار وانشقاق العشرات من عناصرها